رسمياً وهقول لكم خبر دلوقتي انضمام عصام الحضري لجهاز كوبر في تدريب منتخب سوريا ايه بقى الحكاية؟ ايه الحكاية؟ المعلومة اللي عندي وهي معلومة مؤكدة تماماً عصام الحضري كان طبعاً عنده مشاكل مع المدير الفني وعصام الحضري أبدى رغبة تاني كابتن عصام أبدى رغبة انه عايز يمشي وطرق الجهاز الفني منتخب الاولمبي من فترة وبعدين رجع تاني لما تم العرض عليه من كوبر هو كان عايز يبقى موجود معهم مع الجهاز الفني اللي بيدرب منتخب سوريا الاول وبالتالي طبعاً العصام حصل تنسيق معهم عصام واللي أنا عارفه لو عرض دلوقتي على الاتحاد المصر وكر القدم انه هيمشي هيتم الموافقة لعصام الحضري يعني النهاردة لو عصام طلب دلوقتي لن يتم منع عصام الحضري انه يكون مع المنتخب السوري الاتحاد المصر لكر القدم المعلومة اللي أنا أقولها حضراتكم اللي أنا قبل الهواء بدقيقة ونصف فقط فقط لما عرفت الخبر عملت اتصال عشان أتأكد أيوة عندنا المعلومة واحنا هنقوله مبروك ونقوله تفضل ما عندناش مشكلة ليه عشان عندنا مصر عندها عشرين واحد زي الحضري يعني عندك كابتن أحمد ناجي تاني بقولكو كابتن أحمد ناجي مرشح يتولى تدريب حراس المرمى للمنتخب اللولومبي بقولكو معلومه كابتن أحمد ناجي من الأسماء البارزة المرشحة يعني ناس كلم العصام لأنا بقولك كابتن أحمد ناجي بقى عندك ممكن يبقى على طول مكان عصام الحضري فعندك أحمد ناجي وعندك أسماء أخرى تسعتاشر واحد تانيين جنب أحمد ناجي يتولوا مكان عصام الحضري يا جماعة إدوا مجال للناس ما يروح عصام الحضري مش هتوقف على الحضري والله هتوقف على حد بلد كبيرة واحنا بنقعد نقوله خلاص لا بلد كبيرة بجد واللي ما يروح مبروك أهلا وسهلا يلا درب غيره وحد تاني يروح مكان تاني وحد تالت مكان آخر وعمل كده اش معنى لما يبقى العالم احنا عملين يجيب من برة طب ما احنا ندي كمان يبقى عندنا هو بندرب وبند ونصدر ويبقى عندنا حتى في مجال الرياضة يعني وفيه كمان مين مع كوبر كمان مين كمان آه كابتن محمود فايز كمان موجود مع مع كوبر آه ده تقريبا الجهاز تقريبا اللي كان بيدرب منتخبنا ناقص يعني هم دول تقريبا مع ده كابتن أسامة نبيه طبعا موجود مع الزمالي فلكن زي ما بقول لحضركم ده تقريبا الجهاز اللي كان بيدرب منتخبنا كابتن كوبر محمود آه مع عصام محمود فايز مع عصام الحضري بس فقى مبروك عصام الحضري مش هنقولك لأ خالص والله محدش يقولك لأ ومحدش يا جماعة يقولك الاتحاد ما يعرفش لأ الاتحاد عارف أنا بقول لكم معلومة الاتحاد عارف الاتحاد عارف ان عصام الحضري جايله فرصة ولما جيله فرصة يقولونه اتفضل مش هيقى في طريقه يعني لأنه بقول لكم ليه مش هيقى في طريقه البداية الموجودة أو في طريقه اللي هو كان آخر واحد عندنا لو مش الحضر المنتخب للونبي يقع مش هيقى على المنتخب للونبي يقع ليه فيش حاجة تقع مفيش حد يوقع كذا لا عندك عندك أجيال وعندك ناس وعندك أحمد ناجي مدرب محترم كابتن أحمد ناجي عندك وكان بيدرب الحضري يعني أحمد ناجي نفسه كان بيدرب عصام الحضري هنا في أهلي أو المنتخب فيعني فيش مشكلة خالص يقول له مبروك في رعاية الله يجي الكابتن أحمد ناجي أو غير الكابتن أي حد يشوفوه وقتان لكن بقول لكم المعلومة اللي عندي معلومة اللي عندي وهي معلومة مؤكدة تريند النهاردة